بسم الله الرحمن الرحيم من الباب الاول اللي هو كان العلاقة بين الفايدتين واستكملنا باقي الحلقات وقلنا الجملة المركبة وعوامل الجملة المركبة والمعدل الحقيقي السنوي والمعدل الجزئي وبعدين دخلنا في موضوع مهم جدا اللي هو الباب التاني اللي هو القيمة الحالية والخاص وعملنا تطبيق على موضوع القيمة الحالية والخصم وقلنا ان تسويت واستبدال الديون هو التطبيق العملي لموضوع القيمة الحالية والخصم مع الجملة المركبة وطبعا زي ما احنا عارفين ان في الباب الاول الجملة المركبة كنا بنرحب بضيف عزيز علينا جدا اللي هو الجدول الاول ولما دخلنا في الباب التاني شفنا ضيف جديد اللي هو الجدول التاني النهاردة ان شاء الله في حلقتنا هنشتغل مع ضيف تالت وهو الجدول التالت والجدول التالت بيختص بموضوع سهل جدا وبسيط جدا اسمه الدفعات المركبة او الدفعات المتساوية بفايدة مركبة يبقى موضوع حلقتنا النهاردة هو موضوع الدفعات المتساوية بفايدة مركبة وقبل ما نتكلم عن الدفعات لازم افكرك انك درست هذا الموضوع بفايدة بسيطة من خلال الصف الثاني الثاني والتجاري كنا درسنا الدفعات المتساوية بفايدة بسيطة في الصف الثاني الثاني والتجاري وعاوز افكرك كده بتعريف الدفعات هل اي مبلغ يعتبر دفعة كل المبلغ تعتبر دفعات او لك لا هناك شروط للمبلغ لاعتبار هذا المبلغ دفعة من تعريف الدفعات هنعرف الشروط دي ايه هي الدفعة او الدفعة المتساوية او الدفعات المتساوية الدفعات هي مبالغ متساوية تدفع بصفة دورية منتظمة في فترات او خلال فترات متساوية يبقى انا عندي اي مبلغ لاعتباره دفعة لازم يدفع او الحاجة لازم المبلغ يكون متساوي لازم المبلغ يكون متساوي وكمان يدفع بانتظام في فترات متساوية يبقى اقرب مثال للدفعات لما كنا بنقول قبل كده قلت لك الجامعية لو انا عامل جامعية مع حد بتدفع لو كل شهر 1000 جنيه يبقى الشهر اللي جاي كمان هتدفع 1000 جنيه والشهر اللي بعده 1000 جنيه واللي بعده 1000 جنيه يبقى هنا فيه شرط اللي هو الايه التساوي شرط التساوي كمان شرط الانتظام الانتظام ماينفعش تدفع شهر وتقول لي مش هدفع الشهر اللي جاي لا يبقى في تساوي وفي انتظام وكمان الفترات بتكون متساوية بتدفع كل شهر يبقى كل شهر هدفع بتدفع كل شهرين يبقى كل شهرين هدفع كل سنة يبقى كل سنة هدفع يبقى دهية اسمها الدفعات المتساوية هي مبالغ متساوية تدفع بصفة دورية منتظمة ده كان تعريف الدفعات وعرفنا كمان معلومة مهمة جدا في موضوع الدفعات ان الدفعات دي لها انواع الدفعات لها انواع انواع الدفعات دي بتتحسب ازاي قال لي فيه دفعات عادية ودفعات فورية برضو مش فاهم الدفعات العادية عبارة عن ايه قال لي دفعات العادية اللي هي دفعات السداد اللي بتدفع اخر كل فترة دفعات السداد دي بتدفع امتى اخر كل فترة زمنية اما دفعات الاستثمار او الدفعات الفورية او المبلغ اللي بتدفع اول او بداية كل فترة دي اسمها الدفعات فورية. اسمها دفعات ايه? فورية. يبقى اول حاجة عارفنا انواع الدفعات في دفعات عادية ودفعات فورية. تعالوا بقى مع بعض نشوف موضوع الدفعات ده بنتعامل معها ازاي? يبقى احنا نتكلم النهاردة عن موضوع الدفعات المتساوية. موضوع الدفعات المتساوية. بفائدة مركبة. طيب حضرة خلاص قلتلي التعريف وأنا عرفت التعريف وسهل جدا ومعنديش مشكلة فيه أنواع الدفعات قلنا إيه قلتلي أول نوع الدفعات العادية الدفعات الإيه العادية اللي بنسميها دفعات سداد طيب بعرف من إيه إنها عادية أو سداد اللي تدفع آخر كل فترة زمنية دي كان الدفعات السداد تدفع آخر أو نهاية كل فترة زمنية طيب هنا الدفع الأخيرة لها فايدة أقولك لا لأنها يوم ما بتدفع قلص آخر يوم في الفترة بتدفع آخر يوم في الفترة يبقى الدفع الأخيرة ليس لها فايدة طيب عندي النوع الثاني من الدفعات اللي هي الدفعات الفورية تعال معايا نشوف إيه هي الدفعات الفورية دي أقول له الدفعات الفورية أو بيسموها دفعات الاستثمار اللي هي بتدفع أول كل فترة زمنية بتدفع أول كل فترة زمنية يعني الدفع الأخيرة اللي اتدفعت قاعدت وقت في البنك إذن ليها فايدة لازم تحسب لها فوائد يبقى هنا الفرق بين الدفعات العادية والدفعات الفورية إن في الدفعات العادية الدفع الأخيرة ليس لها فوائد لا تحسب لها فوائد لإن ما عادتش معندهاش وقت زمني تحسب عليه أما الدفعات الفورية أو دفعات الاستثمار الدفعة الأخيرة بتقعد فترة فلها زمن لذلك تحسب لها فائدة طيب عاوزين بقى نقولك حاجة مهمة جدا 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 في موضوع الدفعات بفايدة مركبة أول حاجة لازم تكون عارفها أن الدفعات بفايدة مركبة مجموع الدفعات عندنا بيمثل متولية هندسية وكنا دلسنا في الصف الأول أن المتولية الهندسية مجموعة بيساوي إيه قال لي مجموعة المتولية الهندسية لو الره بتاعتنا الأساس أكبر من واحد الجملة المجموعة بيساوي ألف فيه ره السنون ناقص واحد على ره ناقص واحد طيب لو أنا اعتبرت أن الحد الأول عندي هو مقدار الدفعة يبقى الألف هنا نسميه إيه دار والأساس بتاعنا واحد وعين برافو عليك إذن هتقدر على طول تقول لي جملة الدفعات الفورية اللي هنسميها جيم بتساوي لو اعتبرنا أن الحد الأول هو مقدار الدفعة فيه الأساس بتاعنا واحد وعين قص نون يبقى هنا قلت ره قص نون ناقص واحد على آآ واحد وعين من مية يبقى قلت على طول هنا أول حاجة عايزين نقولها برضو عشان نتأكد من شغلنا كويس قلت على طبعا آآ قلت على الأساس عين من مية على الأساس بايه بعين من مية يبقى قلت الجملة بتساوي دال في واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد على عين من مية طيب خد بالك معايا في الدفعات المركبة لما نيجي نشتغلها هنشتغلها ازاي قال لي عندي طريقين طريق الجدول الثالث اللي هو الضفر لحضرتك رحبت به في بداية الحلقة وقلت ايه قلت لو انا مثلا عندي الجدول الثالث اهو قلنا الجدول الاول يخص مين يخص الجملة المركبة والجدول الثاني يخص مين يخص القيمة الحالية والخاصة اما الجدول الثالث اللي هو شغلنا في حلقة النهاردة اهو ده الجدول الثالث اهو اللي يخص حلقتنا النهاردة اهو على طول يمثل او يخص الدفعات يبقى هنا دايما الدفعات المركبة تيجي منين اهو لك من الجدول الثالث طيب يعني حضرتك الرمز الرياضي هيجي ازاي ورمز الجدول هيجي ازاي اقول لك على طول احنا اتفقنا ان جملة الدفعات العادية هنسميها جيم خلاص شرحناها وقلنا الدال في واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد على عين من مية طيب لو انا عندي المعدل والمدة موجودين في الجداول المالية اعمل ايه اقول لك بمنتهى البساطة هتقول لك جملة دال في مستخرج الجداول التالت يبقى ده بالجداول المالية الكلام ده تحسب بايه بالجدول التالت من الجداول المالية ده كلام كويس جدا يبقى انا هنا عندي طريقتين هحسب بيهم جملة الدفعات العادية يا اما بالجدول التالت يا اما بالالة الحسبة طيب تعال نشوف تمرين ونبتدي نشوف احنا هنتعامل مع الدفعات ازاي ونبدأ اول تمرين في حلقتنا بيقول لي يودع شخص اخر كل سنة دفعة متساوية خد بالك وانت بتحل التمرين طلع اي معطى يكون معاك علشان تبتدي تمشي في التمرين واحدة واحدة بيقول لي يودع شخص اخر كل سنة دفعة متساوية خد بالك انت قلت كلمة اخر اهي اخر دي عرفتك على طول ان دي دفعات عادية تمام برفو عليك نرجع للتمرين تاني يبقى قلت لي يودع شخص اخر كل سنة دفعة متساوية قيمة كل منها 2500 جنيه يبقى كده مقدار الدفعة اللي عندي 2500 جنيه لدى احد البنوك لمدة 8 سنوات يبقى دي المدة اللي عندي بتمن سنوات بمعدل فايدة مركبة 7.6% لو هنرجع نقرأ التمرين مع بعض تاني يودع شخص اخر كل سنة دفعة متساوية يودع شخص اخر كل سنة دفعة متساوية قيمة كل منها 2500 جنيه يبقى حضرتك قلت كلمة اخر عرفتني انها عادية مقدار هذه الدفعة كان كام قلت لي 2500 جنيه اهي 2500 لدى احد البنوك لمدة 8 سنوات اهي بمعدل كام 7.6% خلاص انا نقلت المعطيات عندي اهي يبقى كلمة اخر عرفتني انها عادية كلمة اه مقدار الدفعة عرفتني داد دال والمعدل 7.6% لمدة 8 سنوات طيب هنا بقى السؤال حضرتك معاك الجداول المالية او الجداول المالية موجودة في الامتحان هتمسك كده في الامتحان المعدل اللي موجود في التمرين هو اللي موجود في الامتحان اهو معروض على الشاشة معانا اهو المعدل اللي موجود في التمرين هل هو اللي موجود في الامتحان قلت له لا دا المعدل دا مش موجود في الجداول المالية اصلا اذا حضرتك ناوي تستخدم الالة الحزبة طبعا يبقى لو المعدل مش موجود في التمرين خلاص نقدر نبص في الامتحان ملقتش المعدل زي ما حضرتك شايف معنا اذا السبعة وستة من عشر دا غير موجود بالجداول المالية هشتغل بايه؟ هشتغل بعلى طول الالة الحزبة برافو عليك طب تعال نكتب كده القانون هتقول لي جملة الدفعات العادية بيساوي مع بعض كده دال في واحد وعين من مية قص نون الكلام دا ناقص واحد على عين من مية يبقى عرفت ان جملة الدفعات العادية بيتساوي الدال في واحد وعين من مية قص نون ناقص واحد على عين من مية ليه افكرك تاني لان المعدل غير موجود بالجداول يبقى انا كتبتلك انا ليه استعملت القانون ده تعالى بقى نعوض مع بعض قلتلي اذا الجملة اللي عندنا هتساوي يلا نشيل الدال بتاعتنا ونحط المكانها كام قلتلي هنحط الفين وخمسمائة جنيه فيه اعمل شرطة الكسر بتاعتك معاك معدل كام واحد معاك معدل سبع علامة ستة او سبع وستة من عشرة في المية هنا الواحد ده ثابت في القانون علامة لو المعدل اصغر من عشرة حط صفر وبعدين اكتب المعدل اللي عندك قص المدة اللي عندي كام سنة برافو عليك قص تمانية خد بالك اني لازم هنطرح هنا واحد ونقسم على المعدل اللي هو علامة سفر سبعة ستة كده حضرتك جبت ايه جبت الجملة المركبة بس باقي حاجة صغيرة جدا ازاي تعرف تشتغل القصة دي على القلة الحزبة تعال معايا واحدة واحدة اهو شايف القلة الحزبة بتاعتك على طول هتقولي ازاي احسب المدة على القلة واروح ايه لك هتكتب اهو ادي القلة الحزبة بتاعتك اهو تروح كاتب الفين وخمسمية فيه شرطة كسر واحد علامة سفر سبعة ستة وتقول زرار القص قص كام؟ قص تمانية وتنزل بسهم الجنب على يمين كده علشان ما تكتبش جنب القص وقول ناقص واحد وتنزل تحت في المقام تكتب علامة سفر سبعة ستة تقدر تدوس يساوي يطلع معاك على طول الجملة بتساوي ستة وعشرين الف متين وعشرة علامة واحد وتلاتين كده انت قدرت تحسب الجملة المركبة بمنتهى البساطة طيب في التمرين او طالب الجملة فقط ممكن كمان يطلب هنا في التمرين بتاعنا طالب الجملة فقط عشان احنا عايزين نتدرج واحدة واحدة في المسائل بتاعتنا طيب انا جبت الجملة بستة وعشين الف متين وعشرة علامة واحدة وتلاتين بعد الجملة ممكن يطلب ايه اقول لك تعالى وهنرجع للتمرين بتاعنا مرة تانية ممكن يطلب حاجة اسمها مجموع الفوائد اسمها ايه مجموع فوائد الدفعات قلتني بيساوي الجملة ناقص دال في نوم الجملة ناقص دال في نوم ده قلون السهل لان انا معايا الجملة فمش محتاجة اعمل حاجة تاني او ممكن كمان بطريقة مباشرة او من خطوة واحدة اقول له مجموع الفوائد او مجموع الفوائد ده بيساوي على طول اقدر اقول له الدال في مستخرج الجدول التالت ناقص النوم النوم طيب تعال نشوف مع بعضة على طول كده ازاي اقدر اجيب مجموع الفوائد من التمرين اللي فات مش التمرين اللي فات احنا جبنا الجملة ستة وعشرين الف امتين وعشرة علامة واحدة تلاتين قلتلي اه اقول لك على طول هنكمل عليها اقدر اقول له كده مجموع الفوائد مجموع الايه الفوائد بيساوي الجملة اللي انا يسا جايبها ناقص دال في نوم احنا يسا جايبين الجملة بكام برفو عليك قلتلي ستة وعشرين الف متين وعشرة وواحد وتلاتين ناقص الدال بتاعتنا بكام قلتلي بألفين وخمسمية ناقص النون عندنا فيه النون عندنا بكام بثمان سنوات على طول تمسك القلة الحزبة واجيب اخر نتج اللي انت طلعته ده وقلتلي النون بكام عندك قلتلي طبعا الجملة عندك بكام طلعت بستة وعشرين الف ومتين وعشرة علامة واحد وتلاتين تقوللي ناقص الفين وخمسمية في تمانية على طول يطلع معاك ستة الاف متين وعشرة علامة واحد وتلاتين يبقى دايما عرفت ان مجموع الفوائد بيساوي الجملة ناقص مجموع مبالغ الدفعات وعايزين دي نكتبها لان ممكن تجيني في صورة اكمل نقولها تاني مع بعض المجموع فوائد الدفعات بيساوي جملة الدفعات ناقص مجموع مبالغ الدفعات يبقى يبقى عرفت ان مجموع الفوائد بيساوي الجملة ناقص الدال في نوت دي اسهل طريقة ان انا احسب بها مجموع الفوائد اذا لو المعدل مش موجود في الجدول المالية هاتطر ان اتعامل مع الالة الحزبة وهي طريقة سهلة ما عنديش مشكلة فيها ابدا ابدا طيب لو انا عندي المعدل موجود في الجدول المالية ابتدي اتعامل ازاي اسهل على نفسي جدا جدا لان ما علي ان انا هاخد القيمة من الجدول المالية وابتدي اضربها في مبلغ الدفعة يبقى هنا بجيب مستخرج الجدول التالت اضربه في الدال معلش يا مستر كده اقول لنا القانون تاني بتاع جملة الدفعات باستخدام الجدول التالت اقول لك على طول الجملة جيم جملة الدفعات العادية جيم بتساوي دال في مستخرج الجدول التلاتة مستخرج الجدول التلاتة كان الرمز بتاعه جيم نص مربع كده او زاوية جيم زاوية اه نون بمعدل عين تعالوا نشوفها مع بعض تاني حضرتك قلت لي جملة الدفعات العادية اه جملة الدفعات اللي هو جيم زاوية نون بمعدل عين وده بنسميه مستخرج جدول كام تلاتة ده مستخرج جدول تلاتة طيب ممكن تدينا تمرين على اه مستخرج جدول تلاتة تعالوا نشوف مع بعض تمرين سهل جدا 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 ونشوف بيتحسب ازاي اول حاجة عاوزين نقولها مع بعض بيقول لي يودع شخص الفين جنيه اه يودع شخص الفين جنيه اخر كل سنة لدى احد البنوك بفائدة مركبة معدلها تسعة في المية يبقى الشخص ده بيحط كام الفين جنيه لدى احد البنوك بفائدة مركبة معدلها تسعة في المية اتفقنا مع بعض ان مقدار الضفع هنا كام الفين معدل الفايدة تسعة سمع طالب شاطر بقولي ده التسعة ده معدل موجود في الجدول المالية برافو عليك برافو عليك وذلك لمدة كم سنة عشر سنوات كده أنا معايا تلات عوامل للدفعات المبلغ المعدل المدة مبلغ الدفعة ألفين معدل الفايدة المركبة عندنا تسعة في المية مدة هذه الدفعات عشر سنوات دايما دايما نبتدي نكتب معطيات التمرين بسهولة علشان نقدر نتعامل مع التمرين هتقولي هبتدي أكتب معطيات التمرين أقول له مقدار الدفعة دال أهي بكام بألفين جنيه مقدار الدفعة بكام بألفين جنيه آخر كل سنة طيب كلمة آخر دي مش بتعرفك حاجة قلت لقد بتعرفني حاجة مهمة جدا إن دي دفعات عادية طيب معدل الفايدة عندنا كام قلت لي تسعة في المية برافو عليك لمدة كم سنة لمدة عشر سنوات هنا أول حاجة تيجي في دماغك إن المعدل ده موجود في الجداول المالية وده كده هقدر استخدم جدول تلاتة يبقى له الجملة بتساوي دال في مستخرج جدول تلاتة طيب تعال نعوض كده قلت لي الدال بألفين برافو عليك في مستخرج جدول تلاتة تحت تسعة في المية وأمام عشر وحدات زمن تقول لي إذن لازم أطلع جدول تلاتة وأشوف تحت تسعة في المية كام وقدام عشر وحدات زمن كام قلت لي هتمشي تحت تسعة في المية وقدام عشر وحدات زمن يطلع الناتج معك بمنتهى منتهى السهولة والبساطة بكام مستخرج جدول تلاتة معك هيطلع خمستاشر علامة تسعتاشر أهو نكتب المستخرج مع بعض خمستاشر علامة تسعتاشر اتنين تسعة اتنين تسعة على طول بمنتهى البساطة تضرب الألفين في المستخرج اللي طلع معاك يطلع معاك الناتج بالزبط وبالتحديد تلاتين الف تلاتمية خمسة وتمانين علامة ستة وتمانين من مية طب أنا كده جبت ايه أنا كده جبت مين الجملة لسه فيه مطلوب كمان في التمرين عاوز حاجة اسمها مجموع الفوائد عاوز مجموع الفوائد اقول له مجموع الفوائد بيتساوي ايه طالما جبت الجملة ما اتتوهش نفسك في قوانين كتير وقول لك الجملة ناقص دال في نون اللي هو مجموع مبالغ الدفعات قلتلي طيب الجملة أنا لسه جيبة بكام بتلاتين الف تلتمية خمسة وتمانين و ستة وتمانين من مية ناقص الدال اللي عندنا بكام قلتلي الدال بألفين مقدار الدفع عدد الدفعات كام قلتلي عشرة طيب الفين في عشرة بعشرين الف ناقص تلاتين الف تلتمية خمسة وتمانين وستة وتمانين يطلع على طول الناتج بالزبط وبالتحديد عشر تلاف تلتمية خمسة وتمانين وستة وتمانين من مية كده انت جبت الجملة وجبت مجموعة الثوائد بمنتهى البساطة لان الجملة بتساوي ده في مستخرج جدول تلاف عشان دي دفعات عادية والمعدل موجود في الجدول التالت والمدة موجودة في الجدول التالت اذا المسألة كلها سهلة وبسيطة جدا عاوز اخد كمان تمرين مع بعض ونشوف واوريك بالزبط احنا بنطلع من مستخطر الجدول التالت ازاي لما قولك يودع تاجر اهو يودع تاجر الف جنيه اخر كل سنة الراجل ده بيحط الف جنيه اخر كل سنة بمعدل فائدة مركبة بمعدل فائدة مركبة حداشر في المية سنوية في بنك وزلك لمدة نقول مثلا خمس سنوات احسب جملة الدفعات خد بالك معاي في التمرين ده كويس جدا 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 احنا اتفقنا مع بعض ان اي تمرين يجيني لازم الاول اطلع معطيات التمرين علشان ابقى شايف هو محتاج ايه مديني ايه يدع تاجر الف جنيه يبقى هنا مقدار هذه الدفعة الدال بالف جنيه بمعدل فائدة مركبة 11% وزلك لمدة خمس سنوات دايما نسأل نفسي سؤال الاداع هنا تم اول ولا اخر كل الناس الشطرة قاية الاداع تم اخر الاداع بيتم ايه اخر يبقى يودع تاجر الف جنيه اخر اخر دي على طول على طول سامع الطالب والطالبة الشطال اللي بيقولوا ايه اخر دي عرفتني يدفعات عادية اخر هنا عرفتني دي دفعات عادية بس السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هل المعدل موجود في الجدول المالية ولا لا ابص على المعدل الاقي المعدل 11% وابص على المدة خمس سنوات موجودين في الجدول المالية اقول لك فعلا لما مسكت الورقة الاسئلة بتاعتي او السؤال اللي عندي او الجدول المالية اللي موجودة في الكتاب المدرسي ابص لاقي جدول الفايدة المراكبة المعدل كام 11% اذا المعدل موجود المدة كام قلتلي خمس سنوات يبقى اذا مستخرج الجدول التالي بص ادي الجدول الاول ملناش دعوه بي دلوقتي الجدول التاني ملناش دعوه بيه روحت للجدول الكام قلتلي روحت للجدول التالت ادي الجدول التالت تحت 11% وامام خمس سنوات اذا هو ده اللي بدور عليه اهي اخد القيمة ده وهتكون هي دي الجملة مستخرج جدول التالت اللي انا عايز تعال بقى نكتب القانون بتاعنا الجملة بتساوي دال في مستخرج جدول تلاتة عند كام قال لي امام خمس وحدات زمن واسفل المعدل 11% واتفقنا ان ده مستخرج الجدول التالت طيب الدال هنا بكام قلتلي الدال على طول انا عارف ان الدال عندي في المسألة ب1000 جنيه اهي فيه طلع مستخرج الجدول التالت تعالى تاني كده معايا اهو مستخرج جدول التالت قدام خمس سنوات ستة علامة 227801 اهي ستة علامة اتنين اتنين سبعة تمانية صفر واحد يبقى انا معايا الا اني نقلت المستخرج من الجدول اللي موجود عندي في ورقة الاسئلة او من الجدول اللي موجود عندي في ورقة في كتاب المدرسي على طول اضرب الالف في المستخرج دهو يطلع ستة الاف متين سبعة وعشرين علامة تمانية كده انت جبت الجملة بتاعتك بمنتهى السهولة طيب لو انا عاوز اجيب مجموع الفوائد اقول له مجموع الفوائد كلنا شطار وعارفين ان مجموع الفوائد اهي بيساوي جملة الدفعات ناقص مجموع مبالغ الدفعات اللي هي الدال فينو جملة الدفعات بكام بستة الاف متين سبعة وعشرين وتمانية من عشرة مجموع مبالغ الدفعات قلتلي الالف في خمسة يعني خمس تلاف اذا لما اطرح خمس تلاف من ستة الاف متين سبعة وعشرين وتمانية من عشرة قلقه بمنتهى البساطة الموضوع عندي يطلع مجموع الفوائد يطلع الف متين سبعة وعشرين وتمانية من عشرة وبكده انا جبت مجموع الفوائد يبقى دي كانت مسألة الدفعات العادية البسيطة واتعاملنا مع الجدول المالية واتعاملنا مع الالة الحزبة اذا لما يجيب لك تمرين عندك يكون في الجدول المالية المعدل والمدة موجودين في الجدول المالية الافضل الافضل والاسهل ليك وليك ان انت على طول تبص في الجدول تطلع مستخرج الجدول التالي على طول انا اجيب الجدول بتاعي اقول له ادي الجدول اطلع منه المستخرج الجدول التالي واضربه في مقدار هذه الدفعة يطلع معايا جملة الدفعات العادية عاوز مجموع الفوائد اقول له مجموع الفوائد بتساوي جملة الدفعات ناقص مجموع مبالغ الدفعات ايه مجموع مبالغ الدفعات مقدار الدفعة في عدد هذه الدفعات يعني ده الفنون اذا مجموع الفوائد بيساوي جيم ناقص دال في نون. ده كان ابسط طريقة ممكن تيجي بيها مسألة الدفعات العادية. عندي اكتر من تمرين عايزين نتضرب النهاردة على كل الافقار على موضوع الدفعات العادية وبراحتنا خالص واي تمرين معانا في الكتاب ان شاء الله هنحاول نحله وتبقى الدنيا سهلة وجميلة ونتمنى ان احنا نقرأكم من النجاح بخطوات عندي كمان تمرين سهل جدا بيقول لي يدع شخص آآ تلتميت جنيه آخر كل ست شهور خد بالك هنا انه ما قالش آخر كل سنة يدع شخص تلتميت جنيه آخر كل ست شهور طيب هنا الشخص بيحط او التاجر ده بيحط تلتميت جنيه امتى آخر كل ست شهور سمع طالب شاطر قوي بيقول لي يعني بيحط مرتين في السنة الاداع بيتم مرتين في السنة يدع شخص تلتميت جنيه آخر آآ كل ست شهور لدى احد البنوك بمعدل فايدة مركبة سبعة في المية عن كل نصف سنة خد بالك من السؤال ده كويس جدا جدا عايز ايه مني عايز الجملة ومجموع الفايد مش ده المهم كلنا عبنعرف نجيب جملة ومجموع الفايد وخلاص اتدربنا عليها وبينها شطار المهم انك تلاحظ ان هنا في مرات اضافة في التمرين يدع شخص تلتميت جنيه آخر كل ست شهور هي دي الجزئية اللي عايزك تاخد بالك منها الشخص بيحط كام تلتميت جنيه امتى بقى آخر كل ست شهور آخر كل ست شهور هنا لازم حضرتك تعرف ان في مرات اضافة آخر كل ست شهور او آخر كل نصف سنة فانا عاوز اقول لك بمنتهى البساطة عايزك تركز معي في التمرين ده اهو ونشوف هنحله ازاي اهو تعال معايا يدع شخص تلتميت جنيه آخر كل ست شهور آدي كلمة آخر وآدي مقدار الدفعة اللي حصل ان هنا قال لي كل ست شهور على طول اعرف ان في هنا ميم ايه الميم دي طبعا عارفين الميم من سنة تانية واخدناها في الجملة المركبة اللي هي مرات الاضافة اللي هي ايه مرات الاضافة ميم بتسوي شهور السنة كام اتناشر على شهور المعدل ستة اتناشر على الستة يبقى فيها كم مرة مرتين يبقى فيها كام مرتين على طول اعد الوحدات الزمن يبقى النون بتساوي وحدات الزمن او السنوات اللي عندي كام خمس سنوات في كام مرة في السنة مرتين يبقى النون الجديدة اللي عندي او وحدات الزمن عندي في كام بعشرة هي تي الجزئية اللي عايز ااكد عليها في التمرين ده لان حضرتك اتفاجئت انه ما قالكش اخر كل سنة زي زي التمرين الفات انما هنا بيقول لي اخر كل ستة شهور عاوز طالب شاطر يركز معايا تاني علشان اخر كل ستة شهور روح تقسم اتنشر على الستة طب يا مستر لو كان قال لي اخر كل تلت شهور اقول له اقسم اتنشر على التلاتة عشان يبقى اربع مرات طب لو كان قال لي اخر كل اربع شهور هقسم اتنشر على الاربعة يديني الميم تلت مرات لو قال لي اخر كل شهرين هقسم اتنشر على الاتنين يديني ست مرات اذا مرات الاضافة بتسوي شهور السنة على شهور المعدل طب يا مستر ده ممكن ما يجيبش لي الشهور خالص. ممكن يقول لي بمعدل او يقول لي مثلا ايه دفعات سلسة سنوية او ربع سنوية. هنا في الحالة دي لو قال تلت يبقى الميم بتلاتة لو قال ربع يبقى الميم باربعة. لو قال سدس يبقى الميم بستة. خد بالك من الكلام ده تاني وهنعيده تاني عشان الطلاب الشطار قبل من حل التمرين تعال معايا تاني هقولك. لو قال لي يدع تاجر دفعات حادية تلتمية جنيه اخر كل ستة شهور اعرف ان المسألة فيها تعديلة صغيرة اوي التعديلة تيجي ازاي? اقول له لازم اقول مرات الاضافة بكام? ما هو كده بيحط اكتر من مرة خلال السنة تقول لي اعدل ازاي? اقولك دايما تجيب مرات الاضافة بقعدة سهلة جدا. شهور السنة على شهور المعدل. نقول تاني مرات الاضافة الميم بتسوي شهور السنة على شهور المعدل. طيب ساعتك شهور السنة ستة. عمرة شفت سنة غيرت? لا طبعا شهور السنة اتنشر دايما شهور المعدل بقى اللي موجودة بعد كلمة كل اخر كل ستة شهور هقسم اتنشر على الستة يطلع مرتين طيب لو كان قال لي اخر كل اربع شهور هقسم اتنشر على الاربعة يطلع تلات مرات. طيب لو قال لي اخر كل اربع شهور هقسم اتنشر على الاربعة يطلع تلات مرات. لو قال لي اخر كل تلات شهور هقسم اتنشر على التلاتة يطلع اربع مرات اخر كل شهرين اتناشر على الاتنين يطلع ست مرات اخر كل شهر اتناشر على الواحد يطلع اتناشر مرة وبعد ما تجيب عدد المرات تضرب عدد المرات ده في السنوات اللي عندك على طول يجيب وحدات الزمن اللي احنا هنشتغل عليها الجديدة لذلك كنت عايز ااكد قوي قوي على الجزئية دي وكمان ممكن ما يجيب لكش شهور في المعدل او يقول لك ايه يدع تاجر 300 جنيه دفعات سداد تلت سنوية هنا الميم بثلاثة مش محتاج تقسم شهور السنة على الشهور اللي عندك يبقى هنا الميم على طول بثلاثة يدع تاجر 200 جنيه دفعات سدس سنوية يبقى هنا على طول الميم بستة يدع تاجر 500 جنيه دفعات ربع سنوية يبقى الميم باربعة يبقى اذا لازم نخلي بالنا كويس جدا من منطوق التمرين وإيه اللي موجود فيه علشان أقدر أتعامل مع التمرين ببساطة ودايما دايما الرياضة سهلة بس اقرأ كويس واه ده وانت بتحل هتحل لأي تمرين قابلك هنرجع تاني للتمرين بتاعنا بعد ما شرحنا الجزئية دي بيقول يودع شخص 300 جنيه آخر كل 6 شهور يبقى التاجر ده بيحط كام 300 جنيه آخر كل 6 شهور على طول عرفت ان المسألة فيها ميم يبقى الميم مرة الإضافة بتساوي 12 على الستة طلع فيها كام مرة مرتين طيب كلام كويس جدا هنا أجيب وحدات الزمن إزاي أقوله النون بتساوي الخامس سنوات في المرتين اللي طلعوا اهو المرتين اللي لسه طالعين حالا ده بيطلع بعشرة إذن لما أجي أحل بقى التمرين مع بعض أقوله يودع تاجر الدال بتاعتنا بكام بتلتمية المعدل اللي عندنا اللي بسبعة في المية النون كانت بكام قلتلي النون كانت بخمس سنوات بس إحنا على طول قدرنا نعدل ونجيب الميم الميم جت إيه اللي 12 على الستة طلعت مرتين فرحت عملت وحدات زمن جديدة قلت النون بتساوي الخامس سنوات في المرتين اللي لسه طلعه يطلع بعشر وحدات زمن هنا أقدر بقى بص على وحدات الزمن عشرة والمعدل سبعة ما بيفكركش بحاجة قلتلي موجود في الجداول المالية على طول أقوله يبقى الجملة بتساوي دال في مستخرج الجدول التالي أمام عشر وحدات وأسفل السبعة في المية طيب لو أنا مسكت جدول سبعة آه أهو جدول الفايدة المركبة بمعدل كام سبعة قلتلي تحت سبعة وأمام عشر وحدات يعني حظتك تقصد الرقم ده أهو يبقى إذن هاخد الرقم ده هو بص كده أقوله أدي الدال عندي بكام بتلتمية ننقل الرقم من الجدول المالية ما فيش أي مشكلة فيه جدول ثلاثة طبعا الدفعات جدول ثلاثة يبقى تلاتاشر علامة تمانية واحد ستة أربعة أربعة وأمسك الألة الحزبة وأحل بمنتهى البساطة هضرب التلتمية في تلاتاشر علامة تمانية واحد ستة أربعة أربعة تمانية يطلع الناتج عندك بالزبط وبالتحديد واحد يطلع أربعة تلاف مية أربعة واربعين يبقى الناتج هنا يطلع أربعة تلاف مية أربعة واربعين علامة تلاتة وتسعين كده كده أنت جبت جملة الدفعات سهل جدا 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 طب لو عاوز مجموعة الفوائد برافو عليك قلتلي بيسوي جملة الدفعات ناقص مجموعة المبالغ اللي هي ده الفنون طب جملة الدفعات اللي أنا إسا جايبها حالا قلتلي أربعة تلاف مية أربعة واربعين علامة تلاتة وتسعين الدل عندي بكام تلتمية النون عندي بكام أو عتستعمل النون الأديمة لا خلاص بقى أنت عملت عملية تعديلي بقى النون بكام بعشرة تلتمية بعشرة بتلات تلاف نقص أربعة تلاف مية اربعة واربعين يطلع ألف مية أربعة واربعين وتلاتة وتسعين من مية دي كانت مسألة سهلة جدا 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 الفكرة اللي فيها ان كان مديني طريقة الاداع اكتر من مرة خلال السنة يبقى دي كانت مسألة من المسائل السهلة الجميلة وعندي كمان بعض التمرين اللي ممكن تجي لك على موضوع الدفعات العادية خد بالك ان الدفع العادية بمنتهى البساطة هي دفعات بتدفع اخر كل فترة وممكن نستعمل بدل كلمة اخر ممكن في التمرين يقول لك دفعات سداد او في نهاية كل فترة يبقى كلمة اخر او كلمة في نهاية او كلمة عادية او كلمة سداد كل هذه الكلمات مغزاها واحد ومعناها واحد ان انا بتعامل او امام مسألة دفعات عادية يبقى الدفعات العادية بعرفها منين من كلمة عادية من كلمة اخر من كلمة سداد كلمة عادية كلمة آخر كلمة سداد كلمة في نهاية طيب الدفعات العادية قانونها الجملة بتساوي دال في مستقر الجدول 3 طيب لو المعدل أو الوحدات الزمن غير موجودة بالجدول المالية هقوله يبقى إذن الجملة بتساوي دال في 1 وعين من 100 قس نون ناقص 1 على عين من 100 كل ده كلام سهل وبسيط جدا والحمد لله اتعملنا معاه وإذا كانت المسألة فيها مرات إضافة اتعملنا معاه تعالوا بقى مع بعض نشوف إذا كان الإداء بيتم أول إيه اللي هيحصل هنا؟ أقوله مش هيحصل حاجة غير إن الدفعة الأخيرة تحسب لها فايدة يعني الدفعة الأخيرة دي لازم أحسب لها فايدة يبقى الدفعة الأخيرة تعتبر جملة لأخد الدفعة وفايدتها يبقى هنا الحد الأول من المتوالية الهندسية هيكون الدفعة مضروبة في 1 وعين من 100 وكل حاجة تفضل زي 100 كل حاجة تفضل زي ما هي معنى كلام حضرتك يا مستر إن جملة الدفعات الفورية اللي بتدفع أول أو بداية أو بيسموها استثمار هي هي جملة الدفعات العادية مضروبة في 1 وعين من 100 يبقى إذن جملة الدفعات الفورية هي هي جملة الدفعات العادية مضروبة في 1 وعين من 100 وهنستعرض مع بعض دلوقتي إزاي أجيب جملة الدفعات عادية وإزاي أشوف العلاقة بينهم أول حاجة عاوز أقولها لك إن جملة الدفعات الفورية اللي هي هنسميها بقى جيم شرطة هنسميها إيه؟ جيم شرطة الجيم شرطة اللي هي إيه؟ جملة الدفعات الفورية اللي دي بتساوي بقى دل في مستخرج جدول 3 إيه يا مستر ده؟ ده نفس القانون بتاع جملة الدفعات الإيه؟ العادية برفع عليك هقولك بقى كل اللي هيحصل هنا هنضيف 1 جوه ونطرح 1 من قيمة المستخرج يبقى جملة الدفعات الفورية عندي على طول بمنتهى البساطة هنضيف 1 جوه ونطرح 1 من قيمة المستخرج يبقى ده الفرق بين الدفعات الفورية والدفعات العادية وطب أعرف منين إن دي دفعات فورية؟ قال لي تدفع أول أو بداية أو يقولك كلمة دفعات استثمار دفعات إيه؟ استثمار كل هذه الكلمات تعرفني إن أنا أمام مسألة دفعات فورية يبقى قانون جملة الدفعات الفورية عبارة عن إيه؟ عبارة عن جيم شرطة بتساوي دال في جيم نون زائد واحد بمعدل عين يبقى دايما هجمع واحد على المدة اللي في التمرين أزود عليها دايما واحد وبعد ما جيم المستخرج أبقى أشيل منه واحد يبقى دي كانت جملة الدفعات الفورية إيه الفرق بين جملة الدفعات العادية؟ وجملة الدفعات الفورية إن جملة الدفعات الفورية هي هي جملة الدفعات العادية مضروبة في واحد وعين من مية يعني طالب يقول لي لو أنا فاهم مسألتي بطريقة جملة الدفعات العادية أقدر أجيب الجملة وبعد ما أجيبها أضرب في واحد وعين هيطلع الكلام ده صح اقوله بربو عليك ممتاز هو ده اللي احنا عملناه اه هو ده التعديل اللي حصل في القانون بس لو مشيت بالطريقة دي سهلة جدا جدا ما عنديش مشكلة يبقى اذا ناخد بس يعني كنت اتمنى ان انا اكمل معاكم موضوع جملة الدفعات الفورية بس ان شاء الله على وعد وامل باللقاء في الحلقة اللي جاية هنبتدي مع بعض من بداية جملة الدفعات الفورية ونكون رجعنا القانون بتاعها وهنبتدي نشتغل كل التمارين بتاع جملة الدفعات الفورية وكمان عوامل الجملة المركبة ان شاء الله انتظرونا في الحلقة الجاية على شاشة مصر للتعليم الفني شاشة النجاح وشاشة التفوق ودايما دايما مع بعض وقدينا في قديم بعض ربنا يحفظكم ويحفظ مصر واشوفكم على خير كان معكم فاتحي عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم